أكثر من مليونين ونصف المليون دينار أردني إجمالي المبالغ التي تم تسديدها عن اشتراكات مهندسين مقابل اشتراط تصويتهم للقائمة المنافسة للقائمة النقابية الموحدة في انتخابات فروع نقابة المهندسين الأسبوع الماضي هذا ما كشفت عنه القائمة النقابية الموحدة تحرف البيضاء والمستقلين في نقابة المهندسين خلال مؤتمر صحفي في مجمع النقابات المهنية للحديث عن أسباب وتداعيات قرار الانسحاب من انتخابات المهندسين في مراحلها القادمة القائمة أكدت أن انسحابها لم يكن خوفا من الخسارة إذ أنها تقبلت خسارة أغلبية المجلس في انتخابات 2018 وعملت مع باقي أعضاء المجلس على مدار ثلاث سنوات بكل جدية ونشاط استعرض المؤتمر الصحفي المشاهد التي سيطرت على انتخابات النقابة في الدورة الحالية التي كانت سببا في انسحاب القائمة البيضاء من المراحل اللاحقة للانتخابات مؤكدة أن انسحابها جاء احتجاجا على التدخلات الخارجية غير المسبوقة في انتخابات المهندسين التي كانت بتوجيه رسمي على حد تعبيرها وأشار المؤتمر الصحفي لقيام الجهات الرسمية بعقد اجتماعات وتجمعات عائلية وعاشائرية لدعم مرشحين دون غيرهم وتعرض العديد من المهندسين لمزيد من الضغوطات لثانيهم عن الترشح على قائمها من خلال تهديدهم في أرزاقهم ووظائفهم وأبنائهم فيما رفضت المطالب المتعلقة بمنع التصوير للأوراق الانتخابية ما ينتهك قانون حماية سرية الانتخاب وبحسب القائمة النقابية الموحدة جرى التحشيد للمهندسين بحافلات نقل إضافة إلى الطلب منهما الاستفافة بطوابير للتصويت تحت أعين مديريهم في العمل فيما سادت الفوضى أغلب قاعات الاقتراع بخلاف ما تعود عليه المهندسون في انتخاباتهم شكرا